أهلا بكم نهاردة هنشرح درس جديد اسمه المستقيمات المتوازية والأجزاء المتنسبة درسنا النهاردة من أسهل الدرس اللي عندنا الترمدة هنبدأ نشرحه بنظرية واحد بتقول ايه نظرية واحد؟ بتقول لنا إذا رؤسها مستقيم يوازي أحد أضلع المثلث ويقطع ضلعين الأخرين فإنه يقسمهما إلى قطع أطولها متنسبة يعني ايه نظرية دي؟ هنفهم الشرح الشرح؟ يقوللنا ح Care M حتى كان دل cela توازي به جيم فإن ألف دل على دل ب ثم تسبbe ألف هي على هي ひ كما لدينا هنا ル вер втор مثل الجهد أول�� آخر للجهد الآخر يعني الجهد أول م Shadow على الجزء الثاني من القطعة الثانية. أو ألف به على بهدال يساوي ألف جيم على جيم هي. ألف به كلها على بهدال الصغيرة يساوي ألف جيم كلها على هيه الجيم الصغيرة. هنفهم أكثر من المثال ده بيقول لنا من الشكل المقابل اوجد طول بهدال. هذا الشكل. عندنا ألف به جيم ده مثلث. ألف دال بتلاتة سنتي. ألف هيه بستة سنتي. هيه جيم ببعة سنتي. واحنا عايزين نطول دال به. نحله ازاي بنفس الطريقة اللي اخدناها دلوقتي. هنقول بما أن دال هيه يوازي به جيم. اهو دال هيه يوازي به جيم. فهنقول دلع على دلع يساوي دلع على دلع. نختار اي اثنين. هنحن أحسن نختار ألف دال على دال به. نختار هذا. عشان دال به نحن عايزينها. فنخليها مكتوبة يبقى أسهل. يبقى ألف دال على دال به. نختار زي هو هو بالظبط. ألف هيه على هيه جيم. يعني القطعة صغيرة مع القطعة صغيرة مع القطعة صغيرة مع القطعة صغيرة مع بعض. ونكتبه أقرب بعد كده. ألف دال عندها بتار سنتي. دال به مش موجودة فنكتبها دال به. ألف هيه بستة سنتي. هيه جيم بربعة سنتي. ونعمل مقص يبقى ثلاثة فربعة باتناشر. يبقى اتناشر على ستة. يبقى اثنين سنتي. يبقى طلع معنا به دال باتنين سنتي. ناخد مثال تاني بيقولها في الشكل المقابل اوجه الطول به. هذا الشكل هو عندها مسلس جيم ألف به. جيم به بخمس سنتي. ألف به بسبعة ونص. ومسلس تاني به. هيه دال به دال بتار سنتي. هنا عايزين نتقول به. هيه لها دي. ومدلنا ان هيه دال يوازي جيم ألف. نجيب برض نفس الطائقة. هنلدأ بالتوازي. بما ان جيم ألف يوازي هيه دال. اذا نختار اي ضرعين. ألف به على به يساوي جيم به على به دال. أجي ألف به على به. واحد مكملته. على واحد مكملته. عشان بدلا نختار هنا يبقى لازم نختار هنا لزيه. إذن نكتب بقى خم بتاعتهم. ألف به كلمة سبعة ونص. جيم به كلمة بخمسة. به ه كان مش موجود فكتبنا زي ما هو. به دال كلمة سنتي. ودرابنا هنا مقص. السبعة ونص الدرد في الثلاثة. مقت بثنين وعشر ونص. وخمسة هي هيه. فثنين وعشر ونص على الخمسة. يبقى ببعة ونص سنتي. يقابه ه ه ه ه ه دي. تلقت ببعة ونص سنتي. كده احنا خلصنا جزء اول من درسنا. ندخل على الجزء الثاني والاخير اللي هو عكس النظرية اللي احنا خدناها. متقول ايه عكس النظرية. اذا قطع مستقيم دلعين من اضلع مسلس وقسمهما الى القطع اطولوهم متناسبة. فانه يوازي اضلع الثالث. اللي هو اضلع اخير. نفهمها من الشرح. الشرح بيقولنا في الشكل المقابل اللي هو ده. عندنا الف دال جيم مسلس ودال ه ه موجود. بيقسم الاضلع الدرعين دول لاطوار متناسبة. فهلا بيقول اذا كان الف به دال يسابق الف جيم على جيم دال يعني الاضلع دي اطولها متناسبة. فان دال ه يوازي به جيم. دال ه يوازي به جيم. ناخد دلوقتي مثال على عكس النظرية. بيقولنا في الشكل خمسة. اثبت ان الف به يوازي جيم دال. هو ده في الشكل خمسة. ادي الف به ه موجود. الف ه بخمس سنتي. به ه بربعة سنتي. جيم ه باثنشرة سنتي. ه دال بخمسرة سنتي. في المثلس الثاني. احنا عايزين نسبة ان الف به. يوازي جيم ه ده. يوازي ده. البروهون بتاعنا بتاع عكس النظرية. احنا هنجيب اول ان فيه اطلاع متناسبة. نجيبها ازاي. ناخد. ناخد قطع مستقيمة مع نفسها. ناخد الف ه على هدال. حتى مع حتى. بتساوي خمسة متعدي. على خمستاشر متعدي. نقسم ويطلع علينا بثلت. ثانية خطوة. ناخد القطعة الثانية. اللي هي به ه على ه ه جيم. به ه على ه ه جيم. من القطعة الثانية. ونكتب ارقامهم به ه باربعة. واله ه ه جيم باثناشر. يبقى اربعة على اتناشر. بتساوي تلت. عندنا دي تلت ودي بتلت. يبقى. ألف ه على ه ه دال. ألف ه على ه ه دال. متساوي به ه على ه ه جيم. يبقى كده فيه. أطوال متلزبة. وبما انه فيه أطوال متلزبة. يبقى ألف به يوازي جيم دال. كده نكون خلصنا درسنا النهاردة. وناخد. تذكر عليه. اول نظرية اللي اخدناها النهاردة. كما بتقول. إذا رسم مستقيم يوازي أحد أطلاع المثلث. فإنه يقسم هما إلى قطع أطوالها متلزبة. انبقى عكس النظرية. اللي هو نظرية وعكسها. إذا قطع مستقيم. ضلعين من أطلاع المثلث. وقسمهما إلى قطع متلزبة. فإنه يوازي الضلع الثالث. بعد مخلص ندرس ناخد تمرين عليه. عشان تأكد أن تفهمتوه. اول سؤال بيقول. في الشكل المقابل. دال واو يوازي به ه. ودال جيم يوازي به جيم. ارجو الطول دال هي. ودال هي جيم. والسؤال ده عموما سهل. وهذه رسمة قدامكم أهم. السؤال الثاني. سؤال غير مرسوم. بيقول لنا ألف به جيم مثلث. سين صاد ينتمي ألف به. بحيث ألف سين يساوي به صاد. نوسمه. سين دال يوازي ألف جيم. ويقطع ألف به في سين. اثبت أن ألف دال على دال به. يساوي ألف سين على سين دال. آخر التمرين والأخير معنا هذا. بيقول لنا في الشكل المقابل. ألف دال المتوسط. اثبت أن دال منتصف هي. واو. والسؤال دال متفوقين. وهو وهي دي رسمة بتاعته. هذه ألف دال متوسط. احنا عايزين نثبت. إن دال منتصف هي. دال منتصف هي. واو. ومع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.